السلام بسم الله و السلام عليك يا رسول الله صباح الخير و لمص الخير على حساب الوقت الذي سوف نرى في هذا الفيديو نكمل لكم مع نغم المورانة في الكاترين موديل قاتو تالعيد وهو لزاموندين لزاموندين يأتي بالمات كوكو وهو جوز الهند ولا يأتي بالكوكو و انا قمت بجوز الهند بسم الله نبدأ في العوسات وهي 500 جرام زبدة مارغارين 200 مليل لتر زيت 200 مليل لتر عندي ربع بيضات و فاني ليس ربع بيضات زوج كاملين و زوج سافار فاني كيس تاخميره و 50 جرام سكر نعم والفرينا نشوخ حسب الخليط و حسب ما نحتاجه كيس ترى لدينا القوام كاملين يعني تصابدي عادية ليست فيها حتى إشكال و هناك كاملين هل نرى زبدة ترية و يشوفوا كيفية تساعدكم بكي من خدمة نضيف الزبداً كما نقولون نضيف الزبداً مع الزيت سوف تدخله مليح و بعدها نضيف السكر و نضيف البيض و الفاني يعني درتها و الأخميرة هي الأخرى ترى غسطة العساب لي تذهب بل يمبسة وهذه و الحاجة المليحة فيها أن تخرج كمية كبيرة تقدروا تعتمدوها لأي وصفة من الوصفاتكم أنا لا أريد أن أكثر عليكم هنا لها الكثير لأنه لبالي أكلت عارفوا ديروا السعب للهي بارك نضيف أن نشفها غرب الفالينا بارك وأيضاً يقولون أن نشوفها الكثير أبعد ذلك نحن نخلط برقمانيش نعجنا شوفوا لي تحب تدير كيس كاملته خميرة تدير أنا لا أحب الكثير من القدو لا أحب سمكته سيكون بهم أمكا وخفلت وقدرت على بيسيخ تحب تلقاته و سمكته سيكون بزيف لا تتطلع عليه بزيف لا تقوم بعمل قليلا بارك لذي تحب تدير كيس 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 تبير رأسكم أقوم بخدثة سيكون موزم المنطقة المنطقة المونطقة انا تقوم بشفة المنطقة المنطقة الدكتور نحن نحن تبعه يطول تلقاتب كيسان قمت بها معرفة تجربة حديثة سيليكون حديثة التعرفة نحن المشروع يتطور صوحة التعرفة تنظروا بشكل سليكون سليكون يتعبون و لا يزعون في بعضهم سوف نفضل هذا الحديد كما قلت لكم لا تخشون العجينة بزيف لأنه يوجد كين فخص و هذه كلاب فخص يضغفين فيها قليلاً خميراً يجب أن تصبح مليحة برك كما قلت لكم لا تخشون العجينة بزيف هنا لدينا مبشور ليمون 20 جرام زبدة 20 جرام نواد كوكو جوز الهند 20 جرام سكر سكر عادية و ليس سكر نعم و لدي ربع بيضات شاهدوا السكر والنواد كوكو و نرحيهم لأنني شريت نواد كوكو هنا شريتها قليلاً خشينا لقد أحبت أن نرحيها قليلاً و لدينا رقماً لدينا خشينا بزيف هذه النوعية خشينا بزيف شاهدوا نضع 200 جرام زبدة نضعها بالباتر و نضعها 4 بيضات و بعدها نضع عطر الليمون نضع الليمون و لم أبشر الليمون علي تقدم إبنى إذا علموا الليمون الأخضر و ليست الأصفر رأيها تهمل و من قال لك أن رأيها جديدة أعتقد أن نضعها في الوحوات في أماماً في السيلة والتحرية أرتكب و تمزق القوة و الناس سوف نعاونه بهذا العطر يجب الروحة هيلة نظيفهم مليح ثم نضيفهم مبشور القارس و نضيفهم قليلا خميرا و نضيفهم قهوة سوف نضيفهم مع المغرفة و لا يدخلوا مع بعضها ثم نضيفهم نواة كوكو و السكر وخلطوهم ثاني بالباتر هذه الزبدة تدخل مع الكمية كامل دي واحد لفخص هايلا ماهيش ناشفه طبقنا نقعد تغير في ماهيش ناشفه ماهيش يبسه صح والله ديما وكل سابلي ولكن هذا السابلي على قد ماهيش يقعد او مين شفش تقعد فيه واحدة طراوه هكذا وكشو المشمخ يبن يعني اول مرة نجرب النوعية تعلقاته هاذا ما تخافوش منه يدخل اسما او يدخل الطيبة ما تقعدش لقوع الزبدة هاذاك والاوالو وقتها وكشو المفاق نجد نقعد ان نخلطها من مغرفة خفافة بارك وانا نجي ما تتقبوهاشا خطر كنت تتقبوها لعجينة يعني كنت تتقبوها راهي هذاك الكمفوتور راهي يسيح و يلزقو لكم سلما كم شفتوني مدهنتهم موالو وذوق نخرجهم فاسيلا كم شفتوني كم شفتوني ملعقة كم شفتوني كم شفتوني كم شفتوني شيطا كم شفتوني اكتبوها كم شفتوني سوف ندخل على درجة نار عادية حتى يحمر الحواشي سوف ندخل البعض بالكوموية للنعمة ثم نزيل إليه الى حين نويفهم ونتقد الدعم الخاص بالكوموية ونزيل في النوع يحمل الحواشي مثلت بخمز كرز ونضيح الغفرة سأقول لكم يا أخي دي ما نقول لكم في العيد أن يمتبع اللوثام هذا تعلو بلو يعني ترتل كل حاجة ترتفيها هكذا كما قلوو حاجة خفيفة بلو هكذا باهي جيلو ممتعم هذا ثاني و الله غيهب لأني مشكرتش فيه بزيفة بسحول الله غيهب سبيسيال مون اللي يحبو هكذا ليكاتو الساك هكذا وخفيف وبنين إلا متحبوشتوا هات كوكو ديروه بدلوه في وين تلقاوا هات كوكو بدلوه بالكوكو هذا ماكي بدلوه بالكوكو وهنا مع الاخر في بلاس لفتازين ديرو الاسمو رقائق مش رقائق اللوز كين رقائق الكوكو أم يكونوا رخص من اللوز ويكونوا بنين ثاني كفوالا هاي الحبة كيفية تكون باكو نديرها في الكيسات اللي نابا ذوك ليزيدوها رونق جميل أنا خيرتهم فالنواغ اللي هنا باكو كيفية تكون ها مافي نيشون تعو هاي بهيا شوفوا الهنان هاني حانيكس مو معكم شوفوا كيفية يقعد أخبرت لكم أخبرت لكم أخبرت لكم لا يوجد لكم في أول نهار يضوب في الفم كيف يعمل في الفخص لا يحبط في الصيف لكنه يتعالج سوف أرى الطريق و يتعالج سوف أعجبكم هذه الأغسط سوف أخبركم على خير و نكمل الأغسط و نكمل الأغسط و نكمل الأغسط سلام ترجمة نانسي قنقس شكرا شكرا شكرا